موسيقى استفسار حول قرار مجلس النواب القاضي بإعادة أغلب المستبعدين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام بهذا الاستفسار ردت مفوضية الانتخابات على قرار البرلمان لمعرفة الطبيعة القانونية وإمكانية تطبيقه في ظل وجود قانون انتخابات تعتمده المفوضية في عملها سؤال المفوضية الذي وجهته لمجلس النواب بعد اجتماعها الأخير يتعلق بقرارات الهيئة القضائية الانتخابية بخصوص إعادة المرشحين الذين تم استبعادهم غير القابلة للطعن أو التمييز فوضية حقيقة قدمت استفسار آخر إلى مجلس النواب العراقي حول هذا الموضوع يتضمن مدى إمكانية تطبيقه على المستبعدين في المرحلة السابقة والذين صدرت بحقهم قرارات باتة من الهيئة القضائية للانتخابات لا تطبق القرارات من دون دعمها بقوانين ولا يلغى القانون إلا إذا ألحق بآخر وهذا يؤكد إمكانية عدم التزام مفوضية الانتخابات بقرار مجلس النواب بحسب ما أوضحه خبراء قانونيون وفي الوقت الذي لا يزال قرار مجلس النواب بإعادة المرشحين المستبعدين يحيط به استفسار مفوضية المرفوع إلى مجلس النواب إلا أنه لاقى ترحيبا واسعا من قبل العديد من الكتل السياسية خاصة من قبل الأكثر استبعدا بمرشحها مجلس النواب إذا أراد أن يعدل قانون الاتخابات رقب 45 لسنة 2013 فإن ذلك يحتاج إلى أن يقوم بتعديل المادة الثامنة أو بتشريع قانون جديد أما أنه يصدر قرار ويطلب من الجهة القضائية أن لا تطبق القانون فهذا أمر غير ممكن المستهم بريء حتى تثبت إدانته ربما هذه هي المقولة التي استند إليها البرلمان العراقي لرأب صدع الخلافات بخصوص المرشحين المستبعدين والذهاب بالانتخابات بعيدا نحو أزمة سياسية في وقت تتراكم فيه الأزمات من بغداد تماظر جابر العربية